قال مدير الأكاديمية العسكرية المصرية اللواء أشرف زاهر أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى لتطوير منظومة إعداد الطالب على أعلى مستوى أكيد إحساس لا يوصف من السعادة وده نتاج عمل ضخم وجهد شاق للوصول للحظة اللي احنا موجودين فيها انضمام جيل جديد من الضباط الجدد والمؤهلين علميا وعمليا ولديهم الوعي الكافي للقيادة بصفوف قواتنا المسلح هو مش في سينة فقط ولكن الضباط بيتوزعوا على وحدات القوات المسلحة بجميع الجيوش والمناطق لكن أنا عاوز أقولك أن بينهم وبين بعض بيتنفسوا وبيتمنوا أنهم يخدموا في سينة مع زملائهم الأبطال اللي بيقوموا بواجبهم المقدس في حماية أفضمص دايما القيادة العامة للقوات المسلحة بتسعى لتطوير منظومة إعداد الطالب ليكون ضابط زكفاء عالية بيتمتع بالعلم والانضباط ولديه وعي عالي وملم بالأحداث سواء كانت أحداث داخلية أو إقليمية أو عالمية إن شاء الله يكون هو وزميله إضافة قوية لقواتنا المسلحة بإذن الله ويقود منهم تحت قيادتهم بفكر متميز